بدأ من الصين والإرهاصات بتاعت الخفافيش والتعابين والبعوض والكم العبيض ده كله معلش ما احترامنا يعني للناس اللي قليته لا ده خرج من معمل نعم معمل فيروسات يعني شيء بيتصنع نعم وتصرب بشكل بشكل أو بآخر خلينا نتوقف عند النقطة دي يا دكتور لأنه موضوع إن هو مصنع دي حاجة بتقول دلوقتي إن الفيروس هينتهي في خلال إن شاء الله سنة لسنتين إحنا طبعا عدينا سنة ونصف فإحنا بنتكلم إن إحنا بقيت للشوك إن شاء الله هل هو لو مصنع ممكن إن المدة دي تطول عن كده ده ما هو برضو اللي قبل منه كان مصنع لو تعرفوا في الأنزل خنازير نعم واختفى بس ما وصلش للمرحلة دي ولا في المنزل الطيور ما هو ده بقى كل حاجة أوليها حاجة يعني هو بيحاولوا دايما الشياطين يعملوا حاجات تبقى فيها صفات أكثر شراسة نعم من ناحية الانتشار أو من ناحية الإمكانية إنها تعمل نعم الإعاقة أو لأقدر الله الإماتة نعم فهو اللي بيعمل الفيروسات لا بيعملش نصرح البشرية ولا بيعمل حاجة خيرة ولا راجل طيب ده واحد من أتباع إبليس صحيح لأنه بيعمل حاجة تئذي البشر نعم أنت بتعمل بكروب جديد مش موجود علشان يكون مصنع علشان يقاوم وتغلب على المناعة البشرية العادية اللي لسه ما تعرفتش عليه وهكذا نعم فدي يعني برضو مهما وصفنا فيهم دول لان يعني ترحمهم البشرية أبدا إنه ما فيش حاجة تستخبع على فكرة صحيح صحيح كل حاجة بتبان بعد حين وبرغم إنه فيه تراشق في إنه إنتوا اللي عملتوا لا ده وجامل عندكم لا ده إنتوا اللي عملتوا فيه نوع كده من البيت أنا مش موضوع يعني أنا محبش أتكلم فيه نعم لأنه برضو لا يجدي الكلام في هذه الفترة لكن مش موضوعنا مصنع أو غير مصنع وقع من السماء وقع وطرع من الأرض كان فيه خفاش طاير تايح كده كل كلام ده كله يعني اللي عاوز يمشي في سكته يمشي لغاية لما تطلح الحقيقة وهتزهر تمام فإحنا الوقت موجودين في مرحلة اللي هو سيادتك قلت الجائحة الثالثة أو الموجة الثالثة الموجة اللي هي فيها انتشار شديد نعم فيها نوع من الخطورة في منطقة شبه القرى الهندية شكرا شكرا